أحداث غير عادية فرضت على الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابا غير تقليدي يوم تنصيبه في العشرين من يناير عام 2021 خطاب كان عنوانه الأبرز الوحدة دعوة ليخطو الجميع معا على طريق الوحدة واجهها الرئيس جو بايدن منذ اللحظة الأولى لتنصيبه قبل حتى أن يخطو هو أولى خطواته الرئاسية إلى البيت الأبيض خطاب التنصيب التقليدي الذي ألقاه بايدن لم يكن في الحقيقة تقليديا واليوم في التاريخ الأمريكي الحديث ليس كأي يوم الديمقراطية الأمريكية خاضت اختبارا قاسيا قبل أن يقف الرئيس جو بايدن على هذه المنصة اليوم خلفا للرئيس ترامب وفي خلفية المشهد أحداث صاخبة وأجواء مشحونة ومعارك قضائية عدا عن اتهامات بالتزوير ومحاولات وصفها الجميع بالانقلاب غير المسبوق على الديمقراطية أحداث أقرب إلى معارك خاضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محاولة منه لتغيير نتيجة الانتخابات التي جاءت لترجح كفة منافسه وقتها جو بايدن بداية من اتهامات بتزوير النتائج مرورا بالدعاءات بإخفاء بطاقات الناخبين وليس انتهاءا باتهامات بسرقة أصوات المؤيدين له بل والتآمر عليه وسرقة الفوز المزعوم منه وصولا إلى لحظة التحريض على التوجه إلى الكونغرس لمنع التصويت على فوز بايدن وانتهاءا بكارثة اقتحام الكونغرس وما تبعها من أعمال شغب يضاف لكل ذلك رفض التعاطي مع الفريق الرئاسي لبايدن بأوامر وإن غير معلنة من الرئيس السابق ترامب عدا عن رفض التعاون مع الإدارة الجديدة لتسهيل عملية الانتقال السلس للسلطة والتي عاشتها الولايات المتحدة على مدى عقود من الزمان ليتويج ترامب هذا كله بمخالفة التقاليد الأمريكية المعتادة ويغادر البيت الأبيض قبل ساعات من وصول الرئيس الأمريكي الجديد رافضا حضور مراسم التنصيب إذن خطوات ثقيلة قطعها الرئيس المنتخب جو بايدن على طريق متعرجة قبل أن يتجاوز كل هذه العثرات ويقف أمام الشعب الأمريكي في يوم التنصيب مطالبا الجميع بتجاوز الماضي وبالوحدة للعبور نحو مرحلة جديدة من مراحل الديمقراطية الأمريكية خلال العام الأول من عهد إدارة الرئيس بايدن أعاد البنتاجون رسم أولوياته الدفاعية وحدد الصين كالمنافس الاستراتيجي الأول للولايات المتحدة البنتاجون أيضا تعامل مع تحديات أخرى هذا العام منها التحركات العسكرية الروسية عند الحدود مع أوكرانيا لم يصدر البنتاجون بعد استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة ومع هذا فمنذ اليوم الأول من عهد إدارة الرئيس جو بايدن أعاد تحديد خريطة أولوياته الدفاعية لتحتل الصين صدارة هذه الأولويات وزير الدفاع لويد أستن تبنى توصيات فريق العمل الخاص الذي كلف في فبراير الماضي بمراجعة السياسات العسكرية تجاه بيجين فيما اختار أن تكون أولى زياراته الخارجية إلى جنوب آسيا النقاش في استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة هو حول مجموعة تقول إن الصين هي التهديد الرئيسي ويجب أن نركز جهودنا عليها ومجموعة أخرى تقول إنه لا يمكننا التجاهل أخطار أخرى في أوروبا وشرق الأوسط واللائحة تطول التحدي الأساسي هو كيف تتعامل مع الفجوة بين القدرات والانتزامات ومع تركيزنا على الصين ننبه دولا في شرق الأوسط وأوروبا لإيجاد بديل للدفاع عن أنفسهم وفي إطار تعزيز التحالفات في المحيط الهادئ في مواجهة الصين عقدت الولايات المتحدة وبريطانيا صفقة مع أستراليا من أجل تزويدها بغواصات تعمل بالطاقة النووية الأمر الذي فجر أزمة مع فرنسا أبرز حلفاء واشنطن بعد أن تخلت كامبيرا عن اتفاق مع باريس لبناء غواصات تقليدية أعتقد أن نوع المقايض الذي رأيناه مع صفقة أوكس كان نادرا إلى حد ما حيث أن الفرنسيين كانت لديهم اتفاقية موجودة مسبقا في العادة كان الأوروبيون داعمين لجهود الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهادي والهندي ورأينا مثلا القوات البحرية الألمانية والفرنسية تزيد من الدوريات قرب طايوان وبحر الصين إلى ذلك أثارت التحركات العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا قلق البنتاجون الذي أكد عدم السماح لموسكو بتقويد سيادة أوكرانيا ملتزما بمواصلة المساعدات العسكرية لكييف والتي بلغت قيمتها العام الماضي 450 مليون دولار تصنيف الولايات المتحدة للصين كالتحدي استراتيجي الأول دفعها إلى إعادة تحديد أولوياتها وتعديل انتشارها حول العالم خلال العام الأول من عهد إدارة الرئيس جو بايدن إلا أن هذا التركيز على الصين لا يعني عدم القدرة على التعامل مع تحديات أخرى على رأسها روسيا كما تؤكد وزارة دفاع الأمريكية من البنتاجون وفاء إجباعي الحرة وعلى نهاية بنسلفانيا مارغوري مارغوليس العضوة السابقة في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي بولاية بنسلفانيا عبر سكايب من مدينة كولورادو سبرينجز بولاية كولورادو المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ الأمريكي إلي بريمر مرحبا بكما ضيفي الكريمين نبدأ معك سيدة مارغوليس لنبدأ بكورونا وكان عنوان المرحلة عنوان الحملة الانتخابية وعنوان أولى القرارات التي اتخذتها إدارة الرئيس بايدن ما الذي قصر فيه لا أعتقد أنه قصر أعتقد أنه وصلنا إلى أكبر نسبة تلقيح في التاريخ وإلى مساعدات لكوفيد وصلت أيضا إلى مستوى كبير أكثر من مليار فاصلة سلاسة دولار وأعتقد أن ما أنجزه يختلف عن ما أنجزه رؤساء سابقون رغم الظروف الصعبة التي وجهها لدينا نمو قياسي ونسبة التوظيف وصلت إلى سلاسة أو البطالة انخفضت إلى سلاسة فصلة تسعة بالمئة وهناك الجائحة ويتعطى مع كل هذه المشاكل في الوقت نفسه وكان قد أشرف على نجاح في مواجهة الجائحة عندما رأينا المتحور الجديد أوميكرون أتذكر عندما كان هناك الرئيس كلينتون واجه أيضا مشاكل مشابهة وواجه تراجعا كبيرا في شعبيته وكنا نتوقع الانتخابات النصفية وهذا ما نراه اليوم يبدو أن الأداء لن يكون جيدا في الانتخابات النصفية كما كان الحال مع الرئيس كلينتون وهذا أمر نراه تاريخيا في كل رئاسة نحن نعرف أن هناك محاوف كثيرة تتعلق الآن بأرقامه ولكن أعتقد أنه أبل حسنا أمس رغم بعض المشاكل ولكن بشكل عام بعد ساعتين كان مازال واضحا سيد بريمر لماذا ينتقد من قبل خصومه سياسيا في مسألة كورونا وبالعكس يعني يحاول التيار المتطرف أن يقف حجر عثرة في وجه توسع حملة التلقيح التي تقودها الإدارة الأمريكية في حين أن الإدارة السابقة التي يناصرها بعض هؤلاء الموجودين في اليمين المتطرف لم تكن لديها خطة أصلا أولا ما تقوله غير دقيق الإدارة السابقة هي التي وضعت عملية التصرف السريع وأنجزت اللقاحات بوقت قياسي وكان هناك زميل في القوات الجوية مسؤولا عن توزيع اللقاحات مع إدارة الرئيس ترامب فالإدارة السابقة كان لديها خطة لمواجهة الفيروس واللقاح ومن يقول عكس ذلك ليس على حق أما فيما يتعلق بالإدارة الحالية فهناك تضخم قياسي ونظريا الوظائف هي وزائف نقطة الاقتصاد والوظائف سنناقشها بعد قليل لكن من يقيم من الجمهوريين على وجه التحديد من التيار اليمين المتطرف من يقيم ما قامت به الإدارة الحالية في غضون عام واحد يعني ينتقد رغم أن الإدارة بدلت كل ما لديها عمليا ترغيبا ودفعا باتجاه التلقيح واتخاذ إجراءات السلامة فرض الكمامة إلى غير ذلك من الإجراءات نعم ولكنها تفشل فشلا دريعا لأنها لم تعزز إنتاج الفحوصات أو كمامات 95 مع أوميكرون يقول العلماء أن اللقاح لن يمنع من الحصول على أوميكرون وأنا أيضا التقت فيروس أوميكرون رغم أنني ملقح إدارة الرئيس بايدن ركزت فقط على نشر اللقاحات ونعرف من العلم مسألة علم أن اللقاح تم التواصل إليه مع إدارة الرئيس ترامب ولكن مع الوقت تتراجع فعالية اللقاح لأنه يبتعد عن الفيروس الذي أنشئ من أجله اللقاح أولا ليس للرئيس بايدن أي خطة لنشر اللقاحات وكذلك كل العلماء يقولون إن فعالية اللقاح تتراجع مع الوقت وليس للرئيس بايدن أي خطة تقييم الأداء الاقتصادي مع سيدة مارغولس ثم أعود إليك سيدة مارغولس ارتفاع في الأسعار بشكل متسارع في فترة قصيرة جدا تضرر الطبقات الهشة المواطنين الأمريكيين الأقل دخلا من كل ذلك في غياب إعانات مباشرة مثل ما كان الحال في السنة الأولى لكورونا على الأقل في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب كل ذلك لا يخصم من رصيد الرئيس بايدن وإدارته نعم ما أقوله أنا صحيح أنا لا أتفق مع كل النقاط التي أشارها الزميل ولكن عما قاله الرئيس أمس وهو في وضع صعب نعرف أن هناك أفغانستان وهناك الحدود وهناك كوفيد وأعطيك لائحة من المشاكل التي يواجهها ولكنه قال علينا أن نعمل سوية علينا أن ندرك أنه لم نحصل على تصويت أي جمهور في مجلس الشيوخ لم نحصل على جمهور واحد هناك انقسام حاد ويحاول الرئيس أن يقوم بأمور ثلاثة أولا يريد أن يتواصل مع الرأي العام وهو يحسن ذلك وهو رجل طيب ويعرف أنه لابد من أن يتواصل مع الناس على أكثر من مستوى سيدة مارغوليس سيدة مارغوليس معدل التضخم في ارتفاع الأسعار ارتفعت بشكل متسارع في أكثر من قطاع مسة بحياة الناس بشكل مباشر في وسط هذه الدوامة كانت إدارة الرئيس بادر منشغلة بمحاولة تقديم خطط بتريليونات الدولارات ستزيد بمعدل التضخم يقينا وتشكل انقساما ليس فقط بين الجمهوريين والديمقراطيين وإنما داخل الديمقراطيين أنفسهم هل في ذلك نوع من العقلانية في ترتيب الأولويات نعم لدينا نمو قياسي وكذلك فرص عمل بأرقام كياسية الاقتصاد الآن يواجه الجائحة الاقتصاد الآن وانت على حق يواجه مشاكل ولكنه يستمر ويقوى بالنظر إلى ظروف الجائحة سيد بريمر أليس الأداء معقولا ليس كارثيا بالصورة أو قاتما بالصورة التي يحاول أن يوصفها البعض من أن الاقتصاد في وضع يرثى له الاقتصاد الاقتصاد في وضع سيء نحن ندفع أسعارا للغازولين ارتفعت بنسبة خمسين بالمئة أرقام البطالة تبدو جيدة ولكن نعرف أن الكثير من الناس يغادرون سوق العمل وهناك مجالات عمل لا تجد من يعمل فيها كذلك تنظر إلى الرئيس بايدن وترى أن أمريكي واحد من أصل ثلاثة راض عن ما يقوم به وذلك يعود إلى ارتفاع أسعار الطاقة وكذلك المشاكل في الإمدادات وهناك محاولات لسيطرة الحكومة الفيدرالية على الانتخابات لذلك الجمهوريون يعارضون الرئيس بايدن لأن الأمريكيين لا يريدون الرئيس بايدن يريدون رئيسا يوحد الأمريكيين ويواجه المشاكل والرئيس بايدن هو من أقل الرؤساء شعبية في أمريكا لأنه لا يريد أن يركز على المشاكل الأمريكية بل يركز على قوانين تتوافق مع حزب واحد ولا تحل مشاكل الأمريكيين اليومية أنا أعارض تماما ما يقوله الزميل الرئيس بايدن يحاول أن يعمل على كل ما يمكن أن يقرب الأمريكيين ويوحدهم كما قال أمس ويقوم بعمل جيد برأيي كما قلت لدينا نمو تاريخي وتراجع تاريخي للبطالة ونمو لفرص العمل وذلك رغم تأثير الجائحة ولم نرى أي شيء شبيه بهذه الجائحة دعيني أنتقل إلى نقطة أخرى أعتقد أن بعد بضعة أشهر سيبرهن الرئيس أنني كنت على حق دعيني نضع جانبا الآن مسألة كورونا والاقتصاد وننظر بنظرة تقييم شاملة إلى عام مليء بالأحداث السياسية على المستوى الدولي إعادة ترتيب فهم أمريكي لخصوم الولايات المتحدة استراتيجيا لمن يجب أن تضع الولايات المتحدة لهم حسابا هل تعتقدين بأن أمريكا عادت كما قال الرئيس بايدن فعلا أم أنها ما تزال أبعد من ذلك بحكم أنها حتى حلفاؤها خلقت معهم مشاكل أعمق مما فعلت الإدارة السابقة أو تتهم بذلك أعتقد أن أمريكا عادت وطبعا لدينا الجائحة ولدينا رئيس لسنوات طويلة عمل على المستوى الدولي مع قادة من كل الدول ويعرف كيف يتعاطى مع الدول على المستوى الدولي ولكننا في ظروف صعبة للغاية والرئيس يعرف كيف يتصرف أنا عملت معه لسنوات ورجل ذكي يعرف كيف يتصرف متى وكيف طبعا مجددا نواجه ظروف صعبة ولكن على المستوى الدولي يقوم بعمل جيد بدل سيد برايمر بدل حالة الذبذبة وعدم الثقة من قبل المستمع الدولي من قبل الحلفاء عسكريا وسياسيا على الأقل هناك حضور مبادرات فوضات في بينا بخصوص النووي الإيراني حضور في الشرق الأوسط لغة ولهجة تهديد واضحة لروسيا وعقوبات تفرض عليها استباقيا كل ذلك يحسب للإدارة الحالية ويبدو مدروسا أليس كذلك عندما تتكلم عن السياسة الخارجية المصداقية تعتبر أساسية وفي مجار المصداقية مصداقية الرئيس صفر فيما يتعلق بأوكرانيا كان لديه مشاكل تتعلق بعائلته أيضا وهو أيضا من جهة أخرى لا يعرف كيف يتعطى مع الصين وقضى على اتفاقيات إبراهيم وهي من أهم الاتفاقيات في الشرق الأوسط وبالتالي هو ربما يمكنه أن يتكلم عن السياسة الخارجية ولكن لا ينجز في مجال السياسة الخارجية وهناك اختلاف كبير بين الاثنين لم ينجز أي شيء منذ بعد أشهر قال لبلاديمير بوتين أن هناك عدد من الأهداف في أمريكا لا يمكن أن تهاجمها روسيا وهو طبعا إعلان غير منطقي عندما نتكلم مع الأعداء كذلك ما قاله أمس حول التوغل هو أمر أيضا يعتبر خطأ كبيرا أعتقد أن تصرفه في مجال السياسة الخارجية ستؤدي إلى المزيد من الفوضى فيما يتعلق مع الصين سنرى أيضا أعتقد مشاكل بين الصين وتايوان بعد الألعاب الأولندية ونرى الموقف حيالا روسيا أنا يمكنني أن أسأل ما الذي فعلته الإدارة السابقة أنا أعمل عبر العالم وما سمعناه من الرئيس السابق كان مزعجا وخاطئا وخرج من تعهدات لم يكن يجدر أن يخرج منها الرئيس الحالي محترم على الأقل الرئيس السابق كان سيئا للغاية والرئيس الحالي يعمل مع القادة عبر الدول وكانوا يقولون عن ترامب ما لا يقولون هو عن الرئيس الحالي أصبحت خارج وقت هذه الفقرة وأشكرك جزيلا شكر من بنسلفينيا مارغوري مارغوليس أعتذر منك ضايقة للوقت نائبة سابقة في الكونغرس الأمريكي عبر سكايب من كولورادو سبرينجز بولاية كولورادو المرشح الجمهوري مجلس الشيخ الأمريكي لبرايمر شكرا جزيلا لكما